موسيقى مساء الخير على كل بيشوفون على تلفزيون النهار حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجك اليومي الطبي ازاي الصحة هنكون معيكم على الهواء مباشرة لموضة ساعة فقرتين مختلفتين هنبدأ معيكم اول فقرة ومشكلة يمكن بيجي لنا عليها اسئلة كتير هي مشكلة تأخر الحمل والانجاب يمكن المشكلة دي بتسبب قلق كبير جدا عند الازواج في بداية حياتهم اللي بيتمنوا ان ربنا يرزقهم باطفال اسباب كتيرة جدا ومختلفة لتأخر الحمل والانجاب عند كل زوجين في منها اللي سببها الرجل وفي منها اللي سببها السيدة وطبعا من المشاكل دي ممكن تكون مشاكل في المبايد من تكيوسات مبايد اللي منتشر جدا عند بنات كتير كمان قبل الزواج وكمان انا بيفالوب اللي ممكن يكون فيها انسدادات وكمان مشاكل في الراحم وعنق الراحم اللي ممكن سبب ان الجنين ما يزبتش بعد ما نحمل يمكن كل المشاكل دي بقى في السنين الاخيرة بقى ليها حلول كتير عشان كده مفروض ما نقلقش بقى مع التقدم التكنولوجي والاجهزة المستخدمة في العالم كله وخصوصا في مصر بقى فيه اجهزة وسائل كتيرة جدا لعلاج وحلول اللي المشاكل دي كلها اصبحت متاحة لاي حد ممكن يعملها من الوسائل اللي ممكن تساعد على الانجاب او الوسائل المساعدة على الانجاب فيه وسائل كتيرة منها التلقيح الصناعي والحقن المجهري اللي هو حقق نسب نجاح عالية جدا واصبح بيستخدم بشكل كبير جدا ويمكن سيدات كتير شفتهم وازواج كتير ما كانوش بيخلفوا لمدة سنين ولما عملوه نجح معاهم من اول او تاني مرة ورزقوا بتوأم او بطفل يعني مال عليهم حياتهم طبعا الحقن المجهري من الوسائل اللي حققت نجاح كبير جدا عشان كده احنا هنتكلم عليه النهاردة وهيكلمنا باستفادة اكتر عنه احد قامات في مجال امراض النساء والتوليد هو دكتور احمد عوضالة هو استشاري امراض النساء والعقم والحقن المجهري واطفال الانبيب ومستشفى دار الطب وعضو الجامعية البريطانية بلندن اهلا بك يا دكتور اهلا بك منورنا في السيزن الجديد دكتور احمد عايزين نبدأ معاك طبعا يمكن الحقن المجهري فيه ناس كتير جدا بتيجي لحضراتك في دار الطب عشان تعمل الاجراء ده وبيحقق نجاح عالي جدا يعني بس عايزين نفهم الناس اللي بيشوفونا الاول مرة يعني ايه وسائل مساعدة على الانجاب ويعني ايه حقن المجهري بس هارك اللقاء بين البويضة والحيوان المنوي في الحمل الطبيعي يأتي داخل الجسم الحيوان المنوي بيمشي في رحلة من عنق الرحم بعد الجماع يمشي هذا الحيوان المنوي في رحلة غير معلوم كيف تحدث وما هو عدد الحيوانات المنوية الذي يصل الى البويضة وما هو عدد الحيوانات المنوية اللي بيقذف في هذا اليوم اللي بيحصل فيه لقاء بين البيضة والحيوان المنوي عشان يعمل الحمل هو غير معلوم البويضة سوف تخرج امتى بالزبط من المبيض احنا كلها تكهنات ان احنا بنشوف موجات صوتية فنقول يلا هيحصل تبويد يلا جماعة بين الزوج والزوجة والحيوانات المنوية دي لما بتصل الى التلت الخارجي بتاع الانبوبة وتأتي البويضة بويضة أو بويضتين أياً كان ولا نعلم شكلهم إيه لأن احنا ما خرجناش البويضات خارج الجسم ومشوفناش الحيوان المنوي والبيضة جوه الأنبوبة بيحصل بينهم إيه هي مجرد أنه حيوان منوي هيجي مع الجماعة وبيضة هتخرج من المبيض الاتنين يتقابلوا مع بعض في التلت الخارجي بتاع قناة فالوب فيحصل حمل فالمفروض يحصل حمل لأنه ليس كل بويضة سوف تفرز من المبيض سوف تدخل إلى قناة فالوب وليس كل حيوان منوي هيجي مع الجماعة سوف يصل إلى البويضة وليس كل حيوان منوي أو ليس كل مجموعة حيوانات منوية سوف تصل إلى البويضة سوف تختارق البويضة وليس كل بويضة سوف تخصد وليس كل بويضة سوف تنقسم وليس كل بويضة سوف تنقسم انقسامات جيدة تؤدي إلى جنين جيد يعني فيه عوقات كتير وليس كل جنين جيد سوف يصل إلى تجويف الرحم وليس كل جنين جيد سوف يصل إلى تجويف الرحم سوف يلتصق على بطنط الرحم دي اللي أنا بسميها الفلترة بتاعت الجنس البشري قبل كده لما ناس تموت في حوادث وناس تموت من السجائل أنا بتكلم على اللي هو يعني ما قبل الحياة زي ما بيقولوا لأنه ما قبل الحياة طالما الجنين ده وانلتصق على بطنط الرحم بدأت حياة ما قبل الحياة هو كل ما يحدث لهذا الجنين في قناة فلوب حتى يصل إلى تجويف الرحم حتى يلتصق على بطنط الرحم بعد كده طيب ما هو التلقيح الصناعي وما هو الحقن المجهاري وأطفال الأنابيب إن كان اللقاء بين الحيوان المنوي والبويضة داخل الجسم فده اسمه تلقيح صناعي وإن كان اللقاء بين البويضة والحيوان المنوي خارج الجسم فده اسمه حقن المجهاري وأطفال الأنابيب التلقيح الصناعي يجوز عمله في حال نبرة واحد لا وجود لأي معوقات عند المرأة زي مشاكل التبويض أو قنوات فلوب واحدة أو اثنين ده اللي هو اسمه لا يجوز أن يتعامل تلقيح صناعي لسيدة عندها أنبوبة مسدودة وأنبوبة متشالة وطبويد ضعيف لأنه أقرب للطبيعي لأنه أقرب للطبيعي والحاجة التانية أنه يكون المشكلة في الحيوان المنوي فقط هي مشكلة حركة أمامية والضعف يكون متوسط يعني لا يجوز أن يتعامل تلقيح صناعي لسيدة الرجل بتاعها الحيوانات المنوية بتاعته شديدة الضعف إن كانت في العدد أو الحركة التلقيح الصناعي بتتاخد العينة بتاعت السهل المنوي كما تأخذ في المعمل عادي في التحليل اللي هم بيعملوها يتاخد الحيوانات المنوية دي تتحضر بطريقة معينة في المعمل المعمل بتاعت السهل المنوي المعمل بتاعت أي معمل زي ما يكون اللي هي معاملة التحليل العادية وتتاخد هذه العينة بعد كده وأن في الوقت بتاعت التبويد عند المرأة وتدخل بأسطرة روفيعة جدا قطرة حتى يمكن نصف قطر البلاستيكة بتاعت النظارة دي وتتحاني الحيوانات المنوية داخل تجويف الرحم يعني لها حسابات معينة كمان وقت التطوير هل هذا الحيوان المنوي بعد تحضيره سوف يكون جيد أو كفء للوصول إلى البيضة احنا ما نعرفش هل سيصل إلى البوايضة ويخترق البوايضة احنا ما نعرفش هل سيخص بالبوايضة احنا ما نعرفش هو هيلتقي بالبوايضة هو احنا قربناه من انه هو يوصل للبيضة ما بعد ذلك ليس في علمي أو في علم أي حد هيمشي بطريقة طبيعية الميزة بتاعته هو تمنه الميزة بتاعته هو سهولته كإجراء العيب بتاعه هو نسبة النجاح بتاعته الليها تتعدى الثمانية إلى اتناشر في المائة ده كتلقيح صناعي الحقن المجهري هو اللقاء من البوايضة والحيوان المنوي خارج الجسم السيدة بتاخد أدوية الأدوية بتتاخد لطنشيط المبيض التنشيط دوان لأنه لما بدأت التقنية دي كان بيتعمل من غير طنشيط فكان بيطلع بيضة أو بيتين اللي هما السيدة بتطلعهم في الشهر الوحي إحنا دلوقتي بنيديها أدوية والأدوية دي بنيديها لتنشيط المبيض وتحفيزه وتتاخد البوايضات خارج الجسم وتخصب البوايضات بالحيوانات المنوية خارج الجسم التخصيب ده طريقته هيتعمل إيه لو أنا حطيت بوايضات وحطيت جنبها حيوانات منوية تم تحضيرها في المعملة يبقى ده اسمه طفل النبيب لو أنا حاخد البوايضات وجوه كل بوايضة ححن حيوان منوي واحد فقط ده اسمه حقن مجهاري الميزة نسبة النجاح العالية ولكن ما هيش الأرقام اللي الناس بتقولها الـ 70-80% ما فيش حاجة اسمها 70-80% في هذا المجال خالص لنما الأرقام بتقارب الـ 50% ده اللي هو نسب النجاح والنسب النجاح بتعتمد على مجموعة من المعطيات هقولها بعد شوية والطفل الأنابيب والحقن المجهاري عشان الناس تبقى عارفة ليس له علاقة بتحضير الزوجة ليس له علاقة بجرعة المنشط ليس له علاقة بالطريقة اللي أنا بتعامل بيها مع الملف لحد لما وصل السيدة لحد يوم اللي أنا بسحب فيه بوايضات ليس له علاقة بسن المرأة ليس له علاقة بالسبب بس المشكلة دي اللي انه ماينفعش انه يتعامل طفل الأنابيب في حال وجود حيوانات منوية ضعيفة أو شديدة الضعف فطفل الأنابيب دلوقتي انحصر في قليل من السيدات ولا يجوز انه يتعمل لوحده دائما بيمزج به الحقن المجهاري يعني لو عندي عشر بويضات وحاخدهم برا الجسم مثلا حاخد اربعة خمسة ستة اعمل لهم حقن مجهاري والقليل من البويضات اعمل به طفل الأنابيب ان يجوز ان يتعمل به طفل الأنابيب انما هذا اجراء داخل المعمل وليس له علاقة بالمنشط وليس له علاقة بطبيعة سن المرأة دي بس حاجة جو المعمل في اللقاء بين البيضة والحيوان المنوية طب بالنسبة لسن المرأة يا دكتور طالما حدريك ذكرت سن المرأة هل ممكن نعمل حقن مجهاري في واحدة مثلا فوق الخمسة وتلاتين لان انا بشوف حالات كتير بالتعمال بص حالي دك التلاتين زي الخمسة وتلاتين زي الاربعين زي الاتنين واربعين كلهم يتسوف رأيي انا في نسب النجاح بتاع المحاولة من ثمانية وتلاتين لاتنين واربعين بتقل سنة بس اقل من ثمانية وتلاتين كل واحد السبب هو الاهم فالحقن المجهاري واطفال الانبيب لما بيتعمل بيتعمل اسباب في منهم اسباب لا يجوز ان يختلف عليها اتنين من الاطباء وفي اسباب قد يختلف عليها الاطباء اللي انا بسميها بقى لي كزا يوم بحكي في التلفزيون عليها ابيض واسود ورمادي ابيض واسود انا وحضر ريك لو شوفنا الابيض ده ابيض وده اسود ما فيه شزار الرمادي ممكن نختلف على درجات الرمادي فالابيض والاسود فيه تأخر الانجاب هو انسداد قنوات فالوب الكامل اللي هو عشانه الست دي تروح تعمل حقن المجهاري وهي سكت احنا عايزين نفهم الناس لو المرأة عندها اي مشكلة انسداد قنوات فالوب مشكلة في المبايد اي حاجة دي ما تنفعش معاها التلقيح الصناعي احنا ده وقت خرجنا باعة تنفع معاها الحقن المجهاري بنحكي العيني السيدات اللي هو انا كدكتور حضرتك كدكتورة اي حد من اللي قاعدين كدكترة لو قاعدت حطه قدامه ملف حيروح يقول للست دي بيروح يعملي حقن المجهاري عندي عندي اي حد مش مهم اللي هو ايه الانسداد الكامل لقنوات فالوب انسداد قناة من قنوات فالوب والقناة الاخرى عليها علامات استفهام وعد عليها فترة زمنية معانا ولم يحدث حمل الضعف الشديد للحيوان المنوي الضعف الشديد للحيوان المنوي بالذات في الحركة الامامية للحيوانات المنوية لما يبقى الحركة اقل من 10% ويتأخر الحمل غير معلوم السبب والسيدة اللي عد عليها اكتر من 6 شهور لسنة بعد منظار او بعد عمليات تنشيط للمبيض ولم يحدث حمل دول كده يروحوا يبقوا يعملوا في يوم اليوم حقن المجهاري ده ابيض ويسود الرمادي بقى دي اللي ممكن احنا نختلف مع بعض هل هذه السيدة يجوز انها تعمل حقن المجهاري او لا لا مثلا جات لي انا سيدة برح نتجوزها بقى لها 15 سنة خلفت مرة واحدة بنوتها سنها 9 سنين بعد 5-6 سنين جواز خلفت البنت عملت منظار 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 بطنة وبعد لما عملت منظار البطن بشهرين حملت الانبيب عندها سليمة تماما وجزء التحليل بتاعه زي الفل وهي ما عندهاش حاجة ودورتها منتظمة وهما مع بعض والكان عندها ايه والحاجة تأخر حمل غير معلوم السبب وعشرين في المئة من اسبال تأخر حمل غير معلوم السبب عملنا منظار بطنة ليه بقى عملت منظار بطنة كتشخيص ده فين في بلدهم بعد قد ايه بعد 5 سنين جواز النهاردة هي جاية متأخر عليها انجاب بقى لها كم سنة 8 سنين بينتها سنة كم سنة 9 سنين عدت سنة سنتين ما كانتش عايزة عيال يعني ايه دلوقتي عندها تأخر حمل بقى لها 6 سنين لو انتي بتسأليني الست دي يعمل لها يقولك يعمل لها حالة مجهالية بس لما تيجي تقنيعها ما ينفعش تقنيعها بالحالة مجهالية لانها دي السيدة رأت بقى عينها انها حملت بعد منظار بعدها بشهرين من 8-9 سنين بعد 5 سنين تأخر انجاب يبقى ده هياخدنا ناحية ما يسمى اللي هو ايه الاستشارة التي تأتي للزوج والزوجة لمعرفة السبل لحدوث حمل ونسب حدوث حمل من الاجراء اللي هما بيعملوه والمميزات والعيوب لكل اجراء بيتعمل خلاص انا دخلت دلوقتي اشتري النظارة دي من المحل وانا بشتري النظارة دي قالولي النظارة دي 8-X انا بصيت عليها عجبتني النظارة جينا بقى نشتري العدسات قالك في عدسة شكلها كذا ميزة وعيب كذا وفي عدسة شكلها كذا وتمنها كذا ميزة وعيب كذا حاجات كتير قوي نفس الكلام دلوقتي والموضوع ما هواش موضوع تجاري ولكن هو موضوع فكرة انه انا النهاردة يعرض على الزوج والزوجة مجموعة من الافكار الطبية بمنتهى الشفافية لمعرفة الاجراء ده فايدته ايه وعيبه ايه فهو الطب ما بقاش زي زمان في الخمسينات والستينات روشيتة بتكتب في وسط البلد بتعلي بعد سنة وبعدين في السبعينات والثمانينات يلا نعمل منزار بقاموضة وفي التسعينات والالفنات الناس بدت تتفكر في قصة الحال المجهاري واطفال الانبيب ومن 2005 وانتي طالع الحد النهاردة بقى ان عشر سنين عشرات بيتكلموا زي على القصة دي الاهم هو السبب اللي عشانه بيتعمل حق مجهاري وما هي فرص حدوث حمل من وراء هذا الاجراء وايه الحاجة المختلفة اللي ممكن انا او اي حد يعملها لرفع نسبة حدوث حمل من هذا الاجراء في حال ان هو يكون اتعامل مرة واثنين وثلاثة قبل كده ولم يحدث حمل اه ليه بقى يا دكتور اه ليه بقى يعني احنا بشوف بعض الناس بيعملوه مرة واثنين وثلاثة ماينجحش مرة الرابعة مثلا ينجح وممكن المرة الخمستاشر ماينجحش اه لان بيكون في تحليل مثلا يا دكتور ناسينها تحليل ما تعملش السبب وراء تأخر الحمل ايه ده نبرة واحد واحدة ست عندها انسداد في الانبيب وبتسحب بويضات وعدد البويضات اللي بيتسحب يتناسب كليا مع سنها وكفاءة المبيض والبويضات دي بتتاخد بيتعامل بيها اجراء معين داخل المعمل اللي هو حقن المجهالي ده الطبيعي اللي هو كل الستات بيعملوه هم بيتخيالوا ان هم عاملين طفل الانبيب بس هم بيقعوا عاملين حقن المجهالي الستات دول بتعملوه حاجة اسمها يعني اتاخد شوية تعملو طفل الانبيب وشوية تعملو حقن المجهالي الاجنة بتاع الطفل الانبيب ديها اللي بتعمل عيال لان الستة دي مشكلتها في الاساس كانت قنبوبة كانت القنبوبة اه اختها خدت ادوية وتنشط المبيض وكانت المشكلة مشكلة الانبيب بس وعندها حمل خارج الراحم قبل كده والمبيض بتاعها يتجاوب سلبيا مع المنشطات يعني بدل ما بتطلع عشرات البويضات بتطلع عدد قليل جدا من البويضات ده انا كنت الوحدي قبل لما احمل خارج الراحم لما كنت باخد شريط بتاع منشط كانوا الدكاترة بيقولولي انت فيه خوف ان احنا اندخلك الرعاية المركزة من عدد البويضات اللي انت بتطلعيه دلوقتي بتاخد حقن وبجرعات عالية وبتطلع عدد قليل من البيض هذه السيدة الجرعات المفرطة من المنشط كما يحدث ليست في صالح هذا المبيض لان هذا المبيض يتفاعل ايجابيا مع عدد قليل من جرعات المنشط لافراز بويضات ونازل نافع من فيه عدد معين من البويضات مخزون معين ما ينفعش لخلص لو اخذنا منشطات كتير لما البنات اتولدوا من بطن وعمتهم العدد البويضات المخزن داخل المبيض مئات الالاف وهذا العدد لا يقل مع الوقت الا في بعض الحالات القليلة النادرة يعني اتنين لتلاتة في المئة من المئة اتنين لتلاتة في المئة بس من الستات هيحصل عندهم قصور في كفاءة المبيض او وظائف المبيض مع الوقت وفي كل مية واحدة ست هتاخد ادويت تنشيط سنين لا يتعدل خمسة في المئة منهم كفاءة المبيض سوف تنخفض مع المنشطات لان المنشطات تأثيرها وقتي وليس طويل الامد فالستات دول العدد يعني جرعة المنشط اللي بياخدوها في بعض الاحيان لما تتقرس على المبيض بتاعها قوي يطلع عدد بيد اولاية فتبقى هي مشكلتها ما هيش مشكلة انها بتطلع عدد بيد اولاية هي مشكلتها انه كيف ادير الفكر بتاع انا اطلع ادوية 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 عشان اطلع عدد بيد ادوية انا مش محتاج عدد بيد كبير سنت اللي عندها مشكلة في الانبيب أنا مش محتاج إن أديها جرعات مفرطة من المنشط عشان أطلع بيت كتير تعالي بقى عن ناحية تاني السيدات اللي عندهم مشكلة في عملية التبويض اللي حاليا كنت بتحكي عليها من شوية السيدات دول في العادي يعني بيتقسموا المجموعتين المجموعة بتاخد جرعات قليلة جدا من المنشط أقراص أوحان وهذه المجموعة مع الوقت يحدث حمل ومجموعة أخرى تأخذ من المنشطات ويستجيب المبيض ولا يحدث حمل انتقلت هذه المرأة من لا تبويض ضعف تبويض تكايوسات على المبيض كسل في المبيض تسميه زي ما تسميه إلى إن بقى عندها تبويض طب وانا اللي عندي تبويض ما بحملش ليه اللي هي المجموعة لنا يبقى حنا دخلنا في مشكلة تانية يا البيضة مش عارف الحيوان المنو يدخل جواها يا الجنين اللي بيتكون في الأنبوبة لا يستطيع أن يلتصق على بطانة الرحم فبقت مشكلة لا تبويض اتقلبت بقت مشكلة تانية موجودة عندها استاتيستيكس إحصائيات 35% من الستات اللي الرجالة بتوعهم عندهم ضعف الشديد في الحيوانات المنوية وبيناموا حتى على طرابسة العملات عشان يعملوا عينا النرخيسية هم عندهم مشكلة أكبر من مشكلة بتاعت أزواجهم تؤثر على عملية الإنجاب الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده لا عادي خالص أنا النهاردة جيت تخيلت أن كل ما هو موجود من مشكلة في الملف الطبي هو الرجل وتعاملت مع مشكلة الرجل واستضمت في يوم اليام بأن في مشكلة أكبر لما بقت مشكلة الرجل اتحلت مشهورة جدا في الستات اللي هم أزواجهم بيعملوا عينا النرخيسية الرجل معندوش حيوانات المنوية اتنقع في أدوية لما اتهرة وبعدين في يوم اليام نايموه على طرابسة العمليات وطلع حيوانات المنوية كله سقف وزغرت وخدوا الحيوانات المنوية وجمدوا الحيوانات المنوية جميل اللي بعده ياخد بقى البوائدات من الست حقنا مجهاري لمين؟ للست اللي هي كات فين؟ قاعدة على الكرسي بتسمع بقالها سنين نزلت الست دي الملعب عشان تلعب نفس اللعبة اللي الجزء كان بيلعبها اللي هي العلاج مع الدكات طلع خمسة وتلاتين من ميت واحدة كانوا قاعدين فقط بيستمعوا لما يحدث لأزواجهم عندهم مشكلة أكبر من مشكلة الرجل قصة زي ما بيقولوا ايه يا قاعدين يكفيكوا شر اللي مش عارف ايه القصة التانية هو انه لما يتاخد أدوية لتنشيط المبيض لفترات طويلة ولا يحدث حملة لازم يبقى الفكر بعد كده أقوم حاجة تانية اللي هو انه هل أنا بدي أدوية لتنشيط المبيض وخلاص وافضل أدي أدوية لتنشيط المبيض ولا أدي أدوية لتنشيط المبيض واعمل إجراء معين الإجراء ده حاجة من الاتنين يا انه هاخد الحيوانات المنوية وحطها جوه الجسم ده لو فيه مشكلة في الحيوانات المنوية اللي هو اسمه طفل اللي هو اسمه طوكيح صناعي هي أنه أنا هطلع البويضات والحيوانات المنوية برا الجسم الميزة بقى الأساسية في الحقن الميجالي وأطفال الأعليف في رأيي أنا في مجموعة مش أقل من 45% لـ 50% من اللي بيعملوا الشغلانة دي هي كيف يدار اللقاء بين البويضة والحيوان المنوي وما هي المعطيات اللي أنا هشوفها قدام عناية برا الجسم من البيضة والحيوان المنوي قبلوا بعض حضرتك روحتي اشتريتي ميكب حضرتك شفتي الميكب ده شكله شيء جدا في الصيدلية حضرتك جيتي تحطيه جالك حساسية من الميكب رغم أنه كان أغلى ميكب موجود فيه المحل أنت كنت تعرفي؟ نعم تمام نفس الكلام بالنسبة للبيضة والحيوان المنوية أنت بتتخيالي أن السيدة دي صغيرة وشديدة الخصوبة ورهيبة جدا وتاخد شوية أدواب قرش اللي ربع تطلع بيت كتير والراجل الحيوانات المنوية بتاعته بتكسر في الشبابيك حطيتي اللي اتنين جانب بعض البيضة طلعت برا جسم الست طلع في العشرين بيضة اللي بتطلعهم اتنين ثلاثة بس اللي سلاني أنا مش بقول الكلام ده عشان أخد الناس يعني في بوايدات ممكن تكون مستقيمة طلع بس مش سليمة حطينا البيض جانب الحيوانات المنوية الناتج بتاع لقاء البيضة والحيوان المنوية مش عشان هم قريب ولا هم كانوا عارفين بعض بعلوم سنين لا 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 خالص حطينا البيضة والحيوانات المنوية جانب بعض وانتهى بوجود جنين الجنين دون الصفات بتاعته صفات مش كويسة مش كشخص يعني انا بكلم على الصفات في الانقسام بتاعه يبقى ده معناه انه ما يحدث من اللقاء بين البوايدة والحيوان المنوي قد ما هو بيدي نسبة نجاح محترمة من حمل في من هذيه التقنية اللي هي الحال الميجالي واطفال القبيب قد ما قدامه كم فوائد مهولة من ان انا اشوف البيضة والحيوان المنوي شكلهم ايه لما اطلع برقس بيها مواصفات معينة يا دكتور البوايدة قبل حقنها في حيوان المنوي البوايدة هي عبارة عن خلية الخلية دي ليست اصغر خلية في جسم المرأة الحيوان المنوي اصغر خلية في جسم الرجل والمرأة اصغر خلية بتتكون في جسم الرجل هو الحيوان المنوي وحسأل السادة المشاهدين بس بديني نص دي قبل ما نخلص شوية اسئلة وهم يعودوا مع نفسهم ويظهروا عليها البوايدة دي هي عبارة عن من جوة سايتو بلازم ونيوكليس يعني نواة وسايتو بلازم السايتو بلازم فيها مجموعة من الانزيمات فايدة هذه الانزيمات هو ان الحيوان المنوي حينها يخترق البوايدة بيدخل برأب براسه بس وديله ما بيدخل رأبته وديله بيطيره بره البوايدة هي الخطائص في الراس والراس ده لما يدخل المفروض جواه كروموزومات الكروموزومات دي بتعوم مع الكروموزومات بتاعة الست وهي اللي بتكاوي صفات البيبي السايتو بلازم ده السايتو بلازم ده فيه الانزيمات دي هي اللي بتحرق الغشاء الخارجي بتاع راس الحيوان المنوي واحد وتدي إشارة لنيوكليس بتاع الست اللي هي النواة عند المرأة عشان الثلاثة وعشرين كروموزوم والثلاثة وعشرين كروموزوم يلتحموا سويا بعد كده هو عشان يعملوا ايه عشان يعملوا ستة واربعين كروموزوم اللي هو بني آدم جديد بصفات جديدة تماما السؤال عشان الثاني احنا بنخلص نمرة واحد ليه ربنا خلق الملايين من الحيوانات المنوية وليس الالاف من الحيوانات المنوية ليه خلق عمر الحيوان المنوي داخل جسم المرأة ممكن يصل الى اسبوع ليه خلق الراجل بخصيتين مش بخصية واحدة وليه خلق الخصية بره جسم الراجل مش جوه جسم الراجل وليه خلق الست بمبيضين وليه خلق الست بتطلع بويضة واحدة فقط في الشهر بالكتير او اتنين وليه خلق تجديد الحيوانات المنوية عند الرجل يجي كل مجموعة ايام كده كل 72 يوم كل 60 يوم يتصنع دورة جديدة خالص من الحيوانات المنوية وليه خلق ملايين او مئات الالاف من المخزون او من البويضات المتخزنة عند المرأة هذا بالك وفي نفس الوقت اللي في مئات الالاف من البويضات بتطلع بيضة واحدة بس في الشهر ولو افترضنا ان بتجي لها الدورة لمدة 50 سنة في عمرها 50 في 12 يبقوا 600 ليه 600 بس من مئات الالاف هما اللي هي بتستعملهم اثناء الفترة اللي هي بتاعت خصوبتها من مثلا 15 سنة إلى 55 سنة اه يعني يمكن اسئلة كتير يا دكتور لا دي الناس بس تتسل عليها شوية يعني دي اسئلة مش الاجابات ليست على سطح الارض دي فوق اه يعني نطلع من الحلقة يا دكتور ان يمكن الحق المجهري ده نسب نجاحه بتكون عالية ولكن بعد ما نعمل الفحوصات اللازمة للمرأة والرجل ونشوف ايه اللي ينفع معاه الحق المجهري وايه اللي ينفع معاه التلقيح الصناعي وطبعا الدكتور هو اللي بيحدد بناء على الفحوصات والتحاليل مش احنا اللي بنيجي نقرر نعمل ايه صح يا دكتور طيب خلصت حلقاتنا النهاردة وفقرتنا الاولى وكان معينا دكتور احمد عوضالة واستشاري امراض النساء والعقم والحق المجهري واطفال انابيب ومستشفى دار الطب وعضو الجماعية البريطانية بلندن نورتنا يا دكتور ونلقاك ان شاء الله في حلقات جاية وكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا يا رب تكونوا استفدتوا من موضوعنا النهاردة ومش عايزة اي زوج وزوجة تأخر عندهم الحمل انهم يقلقوا او يقاسوا طبعا فيه امور كتير وسائل كتير مساعدة على الانجاب ممكن تحل اي مشاكل وفيه اكبر دليل فيه ناس كتيرة جدا حملت وجابت اولاد واطفال سلام تماما عن طريق الحق المجهري بعد سنين من تأخر الحمل استنونا في فقرة تانية وعلى الهواء مع زميلتي اللي هتكون معي من وراني في برنامج ازاي الصحة هي بوسي استنوها في فقرة وموضوع مهم كمان اشتركوا في القناة